هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور سانفرين عبر حكواتي واليوم رح نحكي عن الأرقام والإحصاءات اللي متعلقة بعالم الجنس عالمنا اليوم كله أرقام منحكي كوفيد 19 كوفيد 20 منحكي إحصاءات 70% 90% 100% وما بتحكي كتير عن الأرقام الجنس فخلينا اليوم نخصص بعض الوقت تنفهم الجنس بالأرقام أول رأم هو رأم اتنين اتنين هو عدد الساعات اللي منخصصها بالشهر للممارسات الجنسية يعني هو معدل ستة علاقات جنسية بالشهر وطول كل علاقة جنسية تقريبا مع كل شي ما بحكي إدخال بس تلت ساعة يعني مش كتير وبركة هيدا الشي متعلق بالتعب وبكل هموم ومسؤوليات الحياة فبركة لازم نفكر نطول شوي هالمدة لأنه بالمعدل منقضي ثلاث ساعات بنهار قدام التليه وأربع ساعات بنهار على الإنترنت فبركة لازم نرجع نعيد حساباتنا أربعة بالمية هو نسبة العالم اللي اختبروا شوي بحياتهم الجنسية يعني خادوا ممارسات غير عادية متل الممارسة مع شخصين أم الممارسة ببعض المحلات وين بيصير في تبادل للشركة أم حتى الممارسة الجنس الجمعي مش يعني لازم نعمل مثلون بس عنا هالفكرة أنه كتار هن العالم ببلاد الغرب اللي بيميرسوا الجنس السلسة أم الجمعي لا ما أنه نكتار هن بين أربعة وماكسيموم ماكسيموم سبعة بالمية الرام التالي رح تتفاجأوا منه هو سبعة سبعة بالمية هو نسبة النساء اللي بعد شراء لعبة جنسية استعملوا ليش؟ نحن نعرف أنه عادة الأشخاص اللي عندن ألعاب جنسية بيستمتعوا بهالألعاب الجنسية ودراسات بتفرجي أنه خمسة وسبعين بالمية اللي بيستعملوا الألعاب الجنسية بيلاقي أنه هذا الشي بيحسن لهم حياتهم ليش فيه تناقض بهالأرقام؟ لأنه كتار بيروحوا على سكس شوب محل بيبيع ألعاب جنسية بدون ما يكون مفكر عن جد شو بدو يشتري وكيف رح يستعملوا لزيلي كتار بيشتروا لعبة جنسية مش بحاجة لقلة وما بيستعملوا الرقم التالي كمان رح يفجأكن شوي تماني بالمية هو عدد الأشخاص رجلوني سيء اللي بيكونوا موجودين باللحظة زيتة بس عم بيميرسوا الجنس يعني مراكزين كل تفكيرون حواسون على المميرسة الجنسية رح تقولولي يعني بشو عم بيفكروا 92% البقية رح تمنكن 49% بيفكروا بالشريك ام الشريك اللي هني موجودين معو 37% عم بيفكروا عم بيتخيلوا شي تاني شخص تاني وستة بالمية بيتخيلوا الأكس تابعولون هل هيدا الشي طبيعي؟ نعم التخيلات شي طبيعي ومنو خياني وشوي بيزيد الإسارة بيحفز العقل 14% 14% هي نسبة انحدار رضاكن الجنسة إذا رنتوا حياتكن الجنسية بحيات أصحابكن أم جيرانكن لأنه إذا منفكر أنه غيرنا عم بيميرس الجنس عم بيستمته أكتر بتصير بتقل متعتنا الجنسية إنما إذا منتخيل أنه إحنا منميرس أكتر من غيرنا أم أحسن من غيرنا ساعتا بتتحسن حياتنا الجنسية لذلك أحسن من قارن للي بنقوا إنه ما عندن شريك أم شريكة 20 دقيقة هو الوقت اللي بحاجة لإله تتليقوا شريك أم شريكة بواسط التليفان تابعولكن أم الهاتف الخليوي تابعولكن إن كان كرميل تنموا عليها سابتي أم بس كرميل تمارسوا الجنس فما تنقوا فيكن تلاقوا حلول 26 ثانية هو معدل مدة النشوة الأنسوية هيدا الوقت فيه بيّن أصير إنما نشوة الرجال بعد أقصر مدة النشوة الأنسوية بتتدرج من سبع سواني ل مية وسبعة سانية ومدة النشوة الزوكورية تندرج من 30 ثانية ل 12 ثانية ومعدل مدة نشوة الرجال هي أربعة سواني بس وتنمي شئ الجيك فيكن رح أعطيكن معلومة ما بتفيدكن بشي بس 37 ميجا هو عدد المعلومات اللي موجودة بالدين تابوت حيوان منوي واحد وعلما إنه فيه ميت مليون حيوان منوي بكل ميليليتر سبارم يعني الأزف رح ينقول 1578 جيجا بثلاث سواني يعني 526 جيجا بسانية وحدة يعني أكتر من الوايفاي كونكشن تابوت كون 64 هو عدد الوضعيات اللي موجودة بالكمسوترة ولأ الوضعية 69 منا موجودة بالكمسوترة علما إنه بالكمسوترة الأصلي بس فصل واحد مخصص للوضعيات وبي الكتاب مخصص لنوع من النصايح للناس اللي ما عندن خبرة بالممارسة الجنسية وفي حتى فصل بيعلم كيف الواحد فيه خون بدون ما ينكمش فما تهدو هيدا الكتاب لشريك ام شريك حياتكن 80% هي نسبة النساء اللي بيعترفوا إنه ادعو نشوي وبالحقيقة بيدعو نشوي كرميل يبسطو الشريك كرميل هو يحس بنوع من الرضا الجنسي وكرميل هو حس حاله إنه يدير يبسطو يعطي لزة لشريكتو ميتان واثنان ثانية أما ثلاثة دقاي واثنان وعشين ثانية هو وقت أول فيلم إباحة تسجل بتاريخ السينما وهذا الشي كان بسنة الف وتسعمية وتمانية كان فيلم نمساوي اللي هو كان شوي تشارلي تشابلن تابوت الأفلام الإباحية بسنة الألف وتسعمية وتسعة وسبعين خلقوا أول تنجا اللي هو الملابس الداخلية اللي هيك السكسي رح نسميها ومن بعدها كمان نخلق السترينج يعني هال ملابس الداخلية ما صلها زمان موجودة وأكيد مشكلة الناس بيحبوها ومش مضطارين إنه تلبسوها بالألفين وثمنتعش اخترعوا أول مدينة ملايه للجنس وهيدي موجودة بساو بولو بالبرازيل اسمها إيروتيكا لاند وبهالمدينة الملايه في مثلا مسبح للأعراض في متحف للإمتاع الزيت في سيارات بشكل أعضاء تنسولية أكيد في سكس شوف في مطاعم أفروديزياك في سينما سبع دي مع مجالس بتهز وبترج وفي كمان ترين شبح إيروتيك وأكيد هيدا المدينة ممنوعة لتحت الـ 18 سنة وتما ننسى الأولويات من تلاف هو عدد النهيات العصبية اللي موجودين بالبزر لذلك لازم نستفيد بهالعضو الفريد بالنوع تنعطي لزة للنساء وبعد عنا رقمين 125 مليون هو عدد كراء 50 shades of grey اللي أنا ما بنصحكم فيه أبدا إنما اللي تلقى إعجاب كتير كبير عالميا إذا بدي إنصحكم بكتاب جنسي أحسن تختاروا هالكتاب الكلاسيك لإسمه الست و هستوري اف او وبأكد لكون إنو رح تحبو هيدا الكتاب 240 مليون و19 200 هو عدد الممارسات الجنسية اللي بتصير عالميا كل يوم يعني 2778 ممارسة جنسية بالثانية وهال الممارسات الجنسية عادة مدتها تقريبا 19.6 دقيقة علما إنو عالميا هن الألمان اللي بياخدوا أكتر وقت وبيخصصوا 22 دقيقة للممارسات الجنسية و أنتو هل أنتو بالسبق أما لا وهيك تنتهي حلقتنا المليئة بالرقام وإذا بدنا نعطي رقم بعد في أكتر من 80 حلقة لبودكاست حكي صريح مع دكتور أساضرين لذلك ما تنسوا تتسمعوا للحلقات السابقة يالا باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر